محمد شكري تعرفتم جميعا دون شك على الخوز الحافي ووقت الأخطاء والعديد من الأعمال الأدبية المميزة لكنكم لا تعرفون أحدث أعماله الطلق الأخيرة لسبب وجيف فهو لم ينشر هذا العمل لأنه عبارة عن روايات مصرحية نشرت في العدد الأخير من مجلة نجمة وفي أحد المقطع سي محمد كان كتب فيها أن شيء واحد اللي كان يقوم بالقتل دي شخص آخر يقول له أرجو أن لا تخطئني بمعنى أنه كخصوبة شي يموت وإنه من بعد التنقيح لأنه في الأيام الأخيرة سي محمد كان التوتور معك أنك يعيش ديك ساعة تجربة دي الموت مع المرض دي السرطان التنقيح اللي تمه وأنه قال له أرجو أن تخطئني يهمني في هذا العمل هو ذلك الحوار بين محمد شكري ونفسه ذلك الصراع اليومي الأبدي بين محمد شكري ونفسه بين محمد شكري وأعماله هذا العدد الخاص من خريف العام 2011 شكل فرصة لإعادة اكتشاف محمد شكري عبر كتاباته وشهادات حول أعماله دونت في 150 صفحة بالعربية والفرنسية يسافر فيها بن الكاتب في عالمه الخاص الفكرة هي تكريم هذا الرجل عن طريق كتاباته الدالة على شخصية كاتب ليس بالعاد وإنما هو من نوع خاص ما نريده تحديد الكتابات والأقوال لأن هذا العدد أرفق به قرص مدمجي يتضمن استجواباته وفقرة من برامجه الأدب هو إعادة محاكة الأشياء والكتابة تأكيد للذات وهو ما كان يردده محمد شكري الكاتب الذي رحل عنا إلى دار البقاء في العام 2003 والذي ينتظر أن تخرج إلى النور مؤسسة باسمه كما كان يتمنى قبل وفاته